اليوم حسين العموتي طيب كيف جاء حسين العموتي هيك فجأة كيف ما إجاء فجأة يعني في آخر بآخر فترة وبالفترة الخصيرة يعني اشتغلنا عن بكثب أنه نحاول وندرس الخيارات المتاحة بالآخر بدك أنت مدرب عنده خبرة مع المنتخبات الوطنية خبرة الأندية لا تكفي لأنه مدرب النادي عنده سنة كاملة وموسم كامل يشتغل على لعيدته مدرب المنتخب عنده أربعين لخمسين يوم بالسنة بده يكون حدا عارف كيف يطلع يستغل الخامات ويقدر يحقق الإنجاز على الفترة التدريبية القصيرة طبعا أكيد الثقافة بتختلف يعني فيه مدربين دوليين متاحين وخبرتهم يعني أخذوا أكتر من منتخب على كأس العالم لكن فيه خصوصية أنت لما يكون مدرب عربي أكيد بيكون هذا الفجوة احنا ما بنجه غير مع المدرب العرب هيك طبيعتنا احنا فنحن ارتقينا أنه الكابتن حسين عموتة بتلائم طموحه بتتلائم مع طموحنا وتطلعاتنا للمرحلة القادمة وشفنا نجاح المدرسة المغربية فالكابتن حسين عموتة جاي بكادر مغربي بالكامل لكن حيكون معه مدرب من الذي بحثه؟ احسين عموتة يطلع وحكى أنا عندي ميول أني أدرب بر المغرب من الذي بحثه عن الآخر؟ يعني التقت انتوا غياتكم أنتم بحثتوا عن حسين ولا حسين بحثت عنكم؟ نحن كان في بحث من الاتحاد الأردني لكرة القدم ونحط كريتيريا ونعمل البحث وبعد يعني الكابتن حسين رسل خيار عليه لأنه البروفيل تبعه متناسب وبتناسب مع خصوصيات المرحلة القادمة مفصل بصراحة قداش المدة هاي اللي بلشت تدوره مدة انت بتقول قصيرة قصيرة كلمة نسبية قصيرة ممكن تكون سنة طلع يعني نحنا فيش اشي هيك وليد اللحظة يعني صحيح نحنا تواصلنا معه بآخر فترة بس نحنا عمال ندرس ومنقيم وإحصائيات فنية لكل المنتخبات الوطنية حتى في المرحلة الماضية عملنا دراسة شاملة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم اسمها Technical Development Scheme ودرسنا الوضع الفني للمنتخب للمنتخبات الوطنية كافة وللكرة الأردنية وفيه كتاب 180 صفحة وين نقاط القوة وين نقاط الضعف بنشماركينج حتى مع اتحادات أخرى فنحنا عارفين واقعنا وين نحنا شو تحدياتنا وين الفرص المتاحة اللحنا لازم نغتنمها وإيش النقاط الضعف اللازم نبني عليها فهو تفكير التفكير الثني صار له فترة بس يمكن البحث المكثف بالفترة القصيرة قبل الانتهاء بالفترة القصيرة بالفترة القصيرة